أكثر من مئة مليون مدمن في العالم في آخر إحصائية مختصة لا تشمل العراق لكونه لا يعطي إحصاءات رسمية لعدم وجود قاعدة بيانات لها يقول مختصون أن هناك أسباب عدة أدت إلى اتساع رقعة الجريمة في البلاد بين المدمنين والمشردين الإدمان يؤدي إلى التشرد والتشرد أيضا ممكن أنه يعني هروبا من الواقع يعني معظم المدمنين يقولون أنه هروبا من الواقع أنا أريد أنسى من الواقع أنا أريد أنسى أنا أريد أبتعد أنا حتى أحرك المتعة في الدماغ أو مكان المتعة في الدماغ أحاول أنه أتعاطى ضعف تطبيق القانون وأيضا الوازع الأخلاقي والالتزام الاجتماعي تجاه الآخر تجاه نفسه الآخر هذا المشاكل كلية وكثير كثير من المشاكل هذا طبعا من المسببات التي تؤدي إلى الجرائم وتشير تقارير حكومية إلى انخراط العديد من هؤلاء المشردين في أعمال الجريمة المنظمة حيث يتم استغلالهم وتجنيدهم من قبل العصابات وفق ما حدثنا به مدير الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية كثير من الحالات سواء في بغداد أو المحافظات أنه وردوا بعض الأطفال المشردين بأعمال إرهابية في السابق وإجرامية بوقت الحالي وهذه بالتأكيد تؤثر بزيادة نسبة الجريمة بأه المجتمع وأيضا هنا كشرطة مجتمعية نعمل على انتشال هؤلاء الأطفال واستحصال القرار القاضي بالتنسيق مع الدوائرات العلاقة ومن أجل إيواءهم بدور إيواء الدولة ومع ازدياد حجم المشكلة وخطورتها وتداعياتها لازالت الحكومة عاجزة عن حصر أعداد المشردين والمدمنين مع غياب دور الإيواء الكافية ومراكز العلاج المختصة هذا الأمر ينذر بخطر يجعل الأعداد الحالية قابلة للزيادة وما يرافقها من مخاطر تهدد البنية الأساسية للمجتمع ولسيما انتشار هذه الظاهرة في فئة الأطفال والمراهقين الشباب لبرنامج حديث بغداد محي الأنصاري أم بي سي عرام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر